وخلال زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل أكد رئيس السيسي اعتزاز مصر بالتعاون الممتد والمثمر مع بلجيكا على مختلف الأصعيدة وذلك خلال استقباله بيتر جاندول الرئيس التنفيذي لشركة إلكتريك البلجيكية وخلال لقاءين آخرين أكد رئيس السيسي تطلع مصر لتعميق التعاون مع بلجيكا في ضوء الاتجي المتميز للشركة في مجال الصناعات الدفاعية مشددا على استراتيجية مصر الوطنية لتعزيز الاستخدامات من الوقود البديل والاتجاه للطاقة الخضراء النظيفة في مستهل زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في القمة السادسة بين الاتحادي الأرقي والإفريقي استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد بيتر جان دونال الرئيس التنفيذي لشركة التجريف البلجيكية جان دونال وذلك بمقر إقامة سيادته في بروكسل صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن النقاء شهد التباحث حول أفاق التعاون بين الجانب المصري والشركة البلجيكية كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جان لوك موران الرئيس التنفيذي لشركة جان كوكرال البلجيكية للصناعات الدفاعية اللقاء شهد التباحث حول سبل تعميق التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البلجيكية وهم شركة ديمي لأعمال التكريب وشركة ميناء أنتورب وشركة فلوكسس اللقاء تناول متبعد التعاون مع تحالف تلك الشركات البلجيكية للاستثمار في مجال إنتاج الهايدروجين الأخضر لتوليد الطاقة